بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة يا شباب عندنا تجربة تعيين فصل مكونات خليط مكون من كلوريد الأمونيوم وثاني أكسيد السيليكون وكلوريد السوديم اللي هو كلوريد الأمونيوم NH4CL الثاني أكسيد السيليكون اللي هو SIO2 اللي هو الرملة يا شباب والن ACL اللي هو كلوريد السوديم اللي هو ملح الطعام يبقى احنا معنا خليط مكون من 3 مركبات أو 3 مواد عايزين ازاي نعرف طرق الفصل بتاعتهم طب الهدف من التجربة في البداية ان احنا نتعلم ازاي نستخدم الطرق الفيزيائية لفصل مكونات مخلوط مكون من مواد مختلفة الخصائص سواء الذوبانية سواء الكثافة سواء نقطة الغليان سواء نقطة الانصهار وهكذا طب في البداية احنا بنقول عندنا مخلوط ايه تعريف المخلوط يا شباب تعريف المخلوط هو عبارة عن مادتين او اكثر غير متربة اي غير متحدة كيميائيا ولها نسب غير محددة ويمكن فصل مكوناتها بالعمليات الفيزيائية زي الغليان زي الترشيح وخلافة طب انا عندي ايه اقسام المخاليط عندي اقسام المخاليط نوعين مخاليط متجنسة يعني زي بعض ومخاليط غير متجنسة يعني مختلفين تمام الغرض من هذه التجربة دراسة الخصائص الفيزيائية لخليط غير معروف انا عندي مخلوط مكون من ثلاث مركبات كلوريد السوديم اللي هو ملح الطعام كلوريد الامونيوم والرملة استخدام هذه المعلومات بتاعتنا لازاي اننا انفذ واصمم اجراء لفصل هذه المكونات الثلاثة في مخلوط ماء زي ما قلنا في التجربة بتاعتنا احنا محتاجين ان احنا نفصل المخلوط بتاعنا اللي هو ملح الطعام والرملة وكلوريد الامونيوم حيث اولا في البداية يتم فصل كلوريد الامونيوم بالتسامي بالتسامي ايه تعريف التسامي ان انا بسخن المادة بتاعتي وتتحول الى بخار مباشرة دون المرور بالحالة السائلة وهذا هو التسامي يبقى تعريف التسامي تاني ان انا باخد المادة بتاعتي بسخنها وبحولها الى بخار مباشرة دون المرور بالحالة السائلة وهذا هو تعريف التسامي طيب احنا خلاص يبقى كده احنا عندنا المخلوط عن طريق التسامي قدرنا ان احنا نفصل مين كلوريد الامونيو طيب هيبقى عندي مادتين اللي هو ملح الطعام والرملة ازاي اقدر افصلهم انا عندي مادة بتدوب معايا في المية اللي هي ملح الطعام بيدوب بسهولة معايا في المية الرملة ما بتدوبش معايا عن طريق استخدام الفلترة يعني اعمل فلتريشن واستخدام التبخير اقدر افصل كل منهما عن الاخر اقدر افصل كل منهما عن الاخر اعزائي الطلاب المخطط التالي بيوضح طريقة فصل هذا المخلوط المكون من كلوريد الامونيوم وملح الطعام والرملة عن طريق اول حاجة هتخلص من كلوريد الامونيوم عن طريق التسامي بحاول ارفع درجة الحرارة درجة الحرارة الى درجة مرتفعة فبتخلص من كلوريد الامونيوم عن طريق ان انا بفقد كلوريد الامونيوم عن طريق التسامي وحنا قلنا التسامي اللي هو ان المادة بتاعتي عن طريق الحرارة هتتحول الى بخار دون المرور بالحالة السائلة وبكده يبقى انا فصلت معايا كولوريدي الامونيوم هيتبقى معايا من المخلوط بتاعي عبارة عن ملح الطعام والرملة ايه الطريقة اللي انا هستخدمها في فصل هذا المخلوط اول حاجة ان انا عندي ملح الطعام بيدوب في المية عندي الرملة ما بيدوبش في المية فبالتالي هاجي ابدأ زي ما احنا شايفين كده الرملة بتاعتي ما بيدوبش لكن كولوريدي السوديام ملح الطعام بيدوب معايا بسهولة في المية فهاصل على محلول المحلول ده عن طريق عمله عملية تطاير للماء فبالتالي هيتبقى معايا بس كولوريدي السوديام في قاع البوتقة وبكده يبقى انا فصلت كولوريدي السوديام اما الرملة بتاعتنا فما بيدوبش في المية فانا عن طريق الترشيح ببدأ ان انا ارشح هيتبقى معي على ورقة الترشيح عبارة عن الرملة اعطر اروح اجففها واخد وزنتها وبكده انا عرفت اتخلص من هذا المخلوط وفصلته تماما عن طريق كل واحدة فصلتها على احد طيب اول حاجة هنتكلم عن خطوات التجربة هناخد بوتقة من البرسلين جافة ومضيفة وهبدأ ان انا اوزنها على طريق الميزان هصفر الجهاز وهاخد وزن البوتقة وهي فارغة وطلعت معنا 28.86 نكتب بقى في النتائج العملية عندنا وزن البوتقة 28.86 جرام وده وزن البوتقة فارغة ونرمز لها بالرمز W1 طيب هناخد البوتقة ونضع فيها كمية من المخلوط حوالي من 2 إلى 3 جرام مختلف النسب طبعا بعد ما وضعت عينة المخلوط اللي هي وزنها من 2 إلى 3 جرام في بوتقة البرسلين هنوزن البوتقة وبها العينة نصفر الجهاز طلعت معي 31.97 31 يبقى ده عبارة عن الوزن بتاع البوتقة وبها العينة وزن البوتقة وبها العينة هتطلعت معي 31.97 طيب يبقى إذن وزن العينة بتاعتنا وزن العينة بتاعتنا اللي هو المخلوط بتاعي بيساوي الـ W3 اللي هو الـ W2 اللي هو وزن العينة بيساوي الـ W3 ناقص الـ W1 طيب الـ W3 ده عبارة عن وزن العينة والبوتقة اللي احنا قلنا 31.97 ناقص الوزن البوتقة وهي فارغة 28.86 يبقى هنجيب وزن العينة اللي هي الـ W2 طلقت تقريبا معي 3.1 جرام ده وزن العينة بتاعتي طيب الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنقوم نسخن البوتقة بتاعتنا اللي فيها المخلوط بتاعنا ونسخنها في يفضل في فرن عند درجة حرارة 500 درجة مقاوية وكل شوية تفضل تحرك في العينة عشان نقلب العينة كويس طيب عزيز الطالب بعد ان تم تبخير العينة ووضعها في الفرن عند درجة حرارة عالية حوالي 500 درجة مقاوية نلاحظ ان في فقدان في وزن البوتقة وهنشوف ده عمليا دلوقتي بس انا كنت عايزة اقولك على حاجة مهمة جدا تخلي بالك منها اثناء تقليب العينة في الفرن ان انت تحاول تمسك الوعاء البرسليني بواسطة الملقط عشان درجة الحرارة بتبقى مرتفعة جدا جدا اثناء ما بتقلب العينة واثناء وضعها داخل الفرن بعد ما خلصنا التسخين بتاعنا هنبدأ نوزن العينة والبوتقة بعد التسخين والتبريد يعني احنا بعد ما طلعناها من الفرن خلاص هنسيبها تبرد شوية لدرجة حرارة الغرفة وبعدين هناخد البوتقة بالمحتويات بتاعها ونحطها على الميزان عشان نشوف مقدار الفقد في وزن البوتقة والمحتويات بتاعتها فلو جينا خدمة البوتقة بتاعتنا بعد ما نصفر الميزان هلاء ان وزن العينة والبوتقة بعد التسخين والتبريد دي هرمز لها بالرمز W4 31.52 31.52 جرام يبقى اذا وزن مادة كولوريد الامونيوم اللي احنا خلاص تخلصنا منها بتساوي W3 اللي هو وزن العينة والبوتقة ناقص وزن العينة والبوتقة بعد التسخين والتبريد يعني 1.3 يبقى هقول ان W5 اللي هي وزن عينة كولوريد الامونيوم بتساوي 31.97 ناقص 31.52 هتطلع معايا 45 من 100 جرام هتطلع معايا 45 من 100 جرام وبكده يبقى احنا خلاص عرفنا وزن عينة كولوريد الامونيوم 45 من 100 جرام وبكده احنا نكون تخلصنا من او فصلنا كولوريد الامونيوم عن المخلوط بتاعنا تبقى معنا بس ملح الطعام والرملة طيب احنا عندنا زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا ملح الطعام اللي هو كولوريد السوديام ده بيدوب معايا في المياه بينما الرملة مش هتدوب معايا في المياه فانا هاخد 25 ملي من المياه داخل البوتقة المحتوية على الرمل وعلى ملح الطعام وهبدأ ان انا اقلب البوتقة بواسطة ساق زجاجية لغاية لما اتأكد ان انا دوبت تماما كل كمية كولوريد السوديم دوبت تماما كل كمية كولوريد السوديم او ملح الطعام لان هو بيدوب معايا طيب ممكن في طريقة تانية ان انا اجيب ام ورق الترشيح ورق الترشيح اهو ودي كونيكل تمام وعن طريق الترشيح ابدأ ان انا ادوب زي ما انا عمل علينا كده ادوب المخلوف المحتوي على ملح الطعام والمحتوي على الرمل ادوبه بواسطة ورق الترشيح ارشح بحيس اللي هي الرملة بينما الملح الطعام هيبقى دايب معايا في الماء هينزل على هيئة رشيح او فلتريت كده انا فصلت الرملة وفصلت ملح الطعام كلا عن الاخر طيب خلاص انا كده بواسطة معايل برسليني المحتوي على الملح والرمل عشان اتأكد ان انا تماما دوبت كامل الملح الطعام بتاعي بواسطة الماء هجيب ورقة الترشيح او لو عايز تجيب بوتقة وزن تانية برسلين وتوزنها دي معاك ودي معاك ولكن هناخد الطريقة الافضل هناخد ورقة الترشيح هنوزن وزن ورقة الترشيح عن طريق ان انا بصفر الجهاز طلعت معايا تقريبا واحد وعشرين من مية جرام يبقى وزن ورقة الترشيح فارغة لها الW6 واحد عشرين وعشرين جرام واحد وعشرين من مية جرام طيب هبدأ ان انا ارشح هبدأ ان انا ارشح المادة بتاعتي طبعا بالتأكيد هتبقى معاك بعض المواد الصلبة من الرملة بواسطة برضو بعض الماء مرة اخرى اكرر نفس العملية بحيث ان انا انزل كل الكمية على ورقة الترشيح طبعا احنا معانا كولوريدي الصوديم دايب معايا في المية بينزل على هيئة رشيح بينما المادة الصلبة اللي هي الرملة بتتبقى معايا على ورقة الترشيح لغاية لما انزل كل الكمية لو حسيت اني لسه فيه كمية صلبة من الرمل موجودة معاك في الوعاء البرسوليني برضو استخلص بواسطة الماء مرة اخرى لغاية لما تتأكد ان الوعاء البرسوليني تماما مفوش اي مادة عشان ما يبقاش فيه اي فقد من اي مادة موجودة معاك طيب عزيز الطالب بعد ما انتم تكفيف العينة وكنا وكنا هسفر 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 الجهاز وحط ورقة الترشيح بعد ما جففتها وعليها الرملة 3.30 3.30 جرام يبقى 3 علامة 30 جرام ده عبارة عن W7 او W7 اللي هي وزن الرملة مع ورقة الترشيح بعد التكفيف بعد التكفيف طب خلي بالك ما انتكنت جايب قبل كده وزن ورقة الترشيح وهي فارغة اطرح وزن الرملة مع ورقة الترشيح بعد التكفيف ناقص ورقة الترشيح وهي فارغة يبقى هتديني 3 علامة 30 ناقص 1 علامة 20 اللي هي وزن ورقة الترشيح هتطلع معايا 2.10 جرام 2.10 جرام خلاص يبقى كده احنا عرفنا نجيب وزن الرملة خلاص جبنا وزن الرملة وقبل كده جبنا الوزن بتاع كولوريد الامونيوم هيتبقى معايا طب انا عندي وزن المادتين اللي هي ال W9 عبارة عن وزن كولوريد الامونيوم مع وزن الرملة احنا وزن كولوريد الامونيوم كان عبارة عن 45 ودي هرمز لها بالرمز W9 طبعا دي W8 W9 بتساوي اللي هو وزن كولوريد الامونيوم 45 من 100 زائد وزن الرملة اللي طلعت معايا 2.10 من 100 جرام بتساوي يبقى اذا وزن المادتين كولوريد الامونيوم مع الرملة هتطلع معايا 2.55 من 100 جرام يبقى اذا دلوقتي انا معايا اساسا وزن المادة في الاول خالص موجودة معايا كانت وزن العينة عبارة عن 3.1 جرام اقدر اطرح منها وزن المادتين اللي احنا حصلنا عليهم اللي هو وزن كولوريد الامونيوم والرملة وزن كولوريد الامونيوم والرملة فهتديني على طول وزن كولوريد السوديم اللي هو ملح الطعام هنشوف الدابليو عشرة بتاعتي دابليو عشرة دي عبارة يا شباب عن وزن كولوريد السوديم وزن ملح الطعام اللي هو كان عبارة عن رشيح معايا في الدورق المخروطي وهبدأ ان انا ابخر الماء بتاعي عشان تتبقى معايا كولوريد السوديم موجود في قاع العبوة بتاعتي يبقى اذا دابليو عشرة اللي هو وزن كولوريد السوديم بيساوي وزن العينة بتاعتي اللي هو الدابليو وزن العينة 3.1 جرام نعقص وزن المادتين اللي احنا حصلنا عليهم اللي هو وزن الرملة مع كولوريد الامونيوم اللي هو كان مجموحهم 2.55 من 100 جرام يبقى اذا طلع معايا وزن كولوريد السوديم 55 من 100 جرام خلاص كوب كده يبقى انا قدرت ان انا افصل المواد عن بعضها فصلت المخلوط ده عن بعضه اللي هو محتويات المخلوط يعني وارفت وزن كل واحدة فيهم بالتفصيل احنا نرجع تاني نعيد بسرعة الكلام اللي احنا قولناه ده احنا عبارة النهاردة كانت تجربتنا عن معانا مخلوط بيتكون من اكثر من مادة بنسب مختلفة احنا المطلوب مننا ازاي باستخدام الطرق الفيزيائية للفصل ان انا اقدر افصل محتويات هذا المخلوط فقلنا ان احنا المخلوط اللي معانا كان عبارة عن الرملة مع كولوريد السوديم ملح الطعام مع كولوريد الامونيا طيب احنا كل اللي عملناه في الاول ان احنا اخذنا بوطاقة بورسلين جافة وفارغة وزنناها ورمزنا بالرمز دابليو فكانت وزنها وزن البوطاقة فارغة كانت 28.86 جرام بعدين خدنا عينة من المخلوط بتاعتي وليكن من 2 الى 3 جرام وابتدينا ان احنا نحطهم جوة البوطاقة ووزننا العينة والبوطاقة مع بعض ورمزناها بالرمز دابليو سري فدابليو سري طلعت معايا جوة البوطاقة عبارة عن وزن العينة والبوطاقة ناقص وزن البوطاقة وهي فارغة اللي هي الو 1 طلعت معايا الو 2 اللي هي وزن العينة 3.1 جرام اذا وزن العينة والبوطاقة بعد التسخين والتبريد كان 31.52 من 100 جرام طبعا احنا حطناها في الفرن في درجة حرارة عند 500 درجة مئوية هيحصل تسامي لعينة كلوريد الامونيوم وهيبدأ يحصل فقد في وزن العينة والبوطاقة بعد التسخين ونتبه هنشوف الكلام ده ايه اللي حصل طلعت معايا وزن العينة والبوطاقة بعد التسخين والتبريد ورمزنا لها بالرمز W4 31.52 اي ان هناك فقد في الوزن اذا ممكن من الحالة في الحالة دي نقدر نجيب مقدار الفقد في الوزن اللي هو عبارة عن وزن كلوريد الامونيوم ورمزنا له بالرمز W5 كانت عبارة عن W3 وزن العينة والبوطاقة ناقص W4 اللي هو وزن العينة والبوطاقة بعد التسخين والتبريد فطلعت معايا 45 من 100 جرام وبكده نكون حصلنا على وزن كلوريد الامونيوم اللي هو كان طلع معايا 45 من 100 جرام طيب انا دلوقتي بقى معايا مادتين من المخلوط عبارة عن الرملة مع الكولوريد المادة التانية اللي هي الرملة ما بتدوبش معايا في المية طيب بواسطة المية ابدأ اضيف جزء 25 ميلي من الماء وابدأ اقلب لغاية لما اتأكد تماما من دوابان كامل كولوريد بواسطة ورقة الترشيح اوزن ورقة الترشيح طبعا احنا وزننا ورقة الترشيح في الاول فارغة وهي الوحدة كده تطلعت 21 من 100 جرام طيب اذا لما جيت رشحتنا اللي تبقى معايا على ورقة الترشيح من فوق ده عبارة عن المادة الصلبة اللي هي الرملة درت ان انا اروح اجففها اجفف ورقة الترشيح بمحتوياتها اللي هي الرملة لقيت ان وزن عينة الرملة مع ورقة الترشيح بعد ما جففتها طلعت 3.30 من 100 جرام يبقى اقدر دلوقتي اجيب وزن عينة الرملة عبارة عن وزن عينة الرملة مع ورقة الترشيح نقص وزن ورقة التشيح لوحدها هيطلع معايا وزن الرملة 2.10 جرام طيب اذا انا عندي وزن المادتين اللي هما حصلت عليهم كلوريدي الامونيا اللي هي 45 من 100 جرام زائد وزن الرملة اللي انا حصلت عليها لسه دلوقتي 2.10 من 100 جرام طلعت عندي 55 من 100 جرام طب ما انا عندي وزن العينة اساسا في البداية المخلوط تماما في البداية كان 3.1 اقدر دلوقتي اجيب وزن كلوريدي السوديام اللي هو ملح الطعام فهيدديني 3.1 ناقص وزن المادتين اللي انا لسه جايبهم حالا 2.55 من 100 هيدديني 55 من 100 جرام عشان تتأكد كمان انت عندك ادي الوزن 55 من 100 بتاعت كلوريدي السوديام وعندك وزن المادتين هم اللي هو وزن الرملة مع كولوريدي الامونيا 2.55 لو جمعتهم تقريبا هيطلع الوزن بتاعت المخلوط 3.1 1 جرام طيب لو انت عايز تجيب النسبة المقاوية لو انت عايز تجيب النسبة المقاوية لكل مادة من مكونات المخلوط اولا النسبة المقاوية لمادة كلوريدي السوديام اللي موجودة معايا كانت في المخلوط عبارة عن وزن كلوريدي السوديام اللي انت حصلت عليه في النهاية على وزن المخلوط الكل ضرب 100 يديني نسبة المقاوية فهقول ان النسبة المقاوية بتاعت كلوريدي الام اي سي ال بتساوي عبارة عن وزن كولوريد السودين طلق معنا 55 من 100 جرام على 3 وزن المخلوط في البداية 3.1 ضرب 100 يديني النسبة المقاوية لمادة كولوريد السودين هيطلع معايا تقريبا 17.7% من وزن المخلوط طيب عايز اجيب النسبة المقاوية للرملة نفس الحكاية يبقى النسبة المقاوية لسان يكسيد السيليكون اللي هو الرملة بتاعتي عبارة عن وزن الرملة اللي احنا حصلنا عليها واللي هي كانت عبارة عن 2.10 من 100 جرام على وزن المخلوط 3.1 ضرب 100 يديني النسبة المقاوية للرملة تقريبا 67.75 من 100% خلاص ده النسبة المقاوية للرملة طيب عايز اجيب النسبة المقاوية لكولوريد الامونيوم اهو يبقى انا عندي النسبة المقاوية للن اتش فور سي ال بتساوي عبارة عن وزن كولوريد الامونيوم اللي انا حصلت عليه في البداية وكان 45 من 100 جرام على عينة المخلوط 3.1 ضرب 100 يديني النسبة المقاوية لمادة كولوريد الامونيوم هتدينا 14.5% وبكده نكون قدرنا فصلنا محتويات المخلوط بتاعنا واعرفنا وزنة كل مادة من هذا المخلوط واعرفنا كمان تحديد النسبة المقاوية لكل مادة من هذا المخلوط ترجمة نانسي قنقر